الخبر الأول اللي عدنا عن تهجم المتابعين على أحمد حسن وزينب بسبب افتتاح مطعمهم الجديد أو بالضبط هو سبب التجمهر الكبير اللي سواه بسبب افتتاح مطعمهم الجديد وصراحة نشوف يستحقون هذا التهجم لأنه مصر بيها عدد كبير من الكورونا وهذا التجمهر اللي حي ساهم باتشار المرض أكثر وأكثر وهذا هو سبب التهجم فاتمنى منهم أن يتابهون بالأيام القادمة ومادري صراحة أن يكتبونا شو يرأيكم بالكومنتات الخبر الثاني اللي عدنا عن بيسان اسماعيل واغنيتها الجديدة وليش انحذفت من اليوتيوب ولكن هذا الخبر غير صحيح فالأغنية من الأساس ما نزلت على اليوتيوب فبيسان راسا نزلتها على حسابها بالإنستقرام لأنه لو نزلتها على قناتها باليوتيوب فرح تنحذف مية بالمية لأنه ما زالت المشكلة اللي ما بينها وبين حيدر قيتار ما زالت مستمرة وبالنسبة للأشخاص اللي حابين يسمعون الأغنية فاتقرون تسمعوها على حساب بيسان بالنسبة تقييمي الأغنية الصراحة حسيت المستوى كلش عادي مو هذا المستوى لتوقعناه من بيسان فحتى أنس الشايب اتفق ويهذا كلامي بالبث المباشر اللي كان فحت حتى بيسان قبل نزول الأغنية بهذه اللقطة اللي حطولكم إياها شونو قال أنس الشايب وعالإخراج والإنتاج مسيطرة أقوى أحوير أوكي مسيطرة أقوى بس الأغنية كلامها حلو أوكي حلوة تسليكة أنس بالواضح أنه أنس مش كثير راجبتها للأغنية بالنسبة لأشخاص اللي سمعوها يكتبونا تقييمهم إليهم بالكومنتات الخبر الثالث اللي عادنا عن نارين بيوتي ودخولها للسجن فنارين بيوتي نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي بيهم كلب الشوكات بدعولي ولكن الحمد لله طلع الموضوع مقلب بالمتابعين وموضوع مجرد تحدي يتوقع بينه وبين أخواتها فحلو المقلب الخبر الرابع اللي عادنا عن أحمد أبو الرب ولوين هو مسافر فأحمد أبو الرب نزل على حسابه بالإنستجرام هذا الستوري اللي قدامكم اللي أعلن بي عن سفرة الدولة معينة طلب المتابعين أنه يتوقعوها فرحطكم السورة عموين تفتحون طيب طيب الأحد إن شاء الله حسافر وحجز ذا تيكت وين تتوقعوا أسافر يلا حلوين تشوف شطرتكم ولوين تتوقعون اللي هو مسافر صراحة أنه توقع الدبي بما أنه أغلب اليوتيوبر صاروا مسافرين لهناك وبس والله اللي هنا وصنعي نهاية المقطعات من المقطعات جاوكم لا تنسوا وتحطون لك وتشتركون بالقناة تانيكم فيدي زي ما قناة مملكة القصص ومع السلامة تانا ويقولوا لي بسمع صديق